السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وشحولكم البنات إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله كما وعدتكم في فيديو البقلوة أني رح نحط لكم طريقة حساب صينيتكم شحال تزلكم من مكسرات من عسل من فارينة وتاني السكر كي تعود تعرفوا طريقة الحساب شحال أي صينية تزلكم من مكسرات وفارينة وعسل وتاني السكر رح أي طلبية تجيكم شحال يضم ونضيو عليكم من حبة تعرفوا وش من صينية رح نتخدموا فيها وش حال الصينية تخرج لكم من حبة اليوم جبت لكم الصينيات اللي عندي وصينيات اللي ما عنديش كنتكتبتهم في ورقة وجبت لكم كل صينية قداش تخرج لكم من حبة وتاني قداش تزلكم من حشو ورح نحنعطيكم في النهاية طريقة حساب باش تعرفوا كمية السكر لكل حشو قداش تحطو أول حاجة رح نبدأ معكم بهذا الصينيات ليجيوا الشكل تحهم كاري ولا مستطيل اللي رحين تخرجوا فيهم ان شاء الله هالباقلة واتعكم بشكل مربع وعندي ايضا صينية هادي الدائرية رح جبتلكم كامل الصينيات كل مقاس تحصينياش حال تخرج لكم من حبة والوزن تاع الحشول يتزلكم اولا رح نبدأ بالصينية الاولى انا ما عنديش كنت رسمتها لكم هنا برك هادي البنات تخدموا بها كي تكون عندكم طلبية 10 حبات 15 حبة 14 حبة تقدروا تخدموا في هادي الصينية المقاس تحصها 10 سنتيم على 23 سنتيم تزلكم المقاسرات 350 جرام رح تخرج لكم ما بين 14 حتى 16 حبة اذا عرفتوا تقصوها وما تخرجوش الحاشية بزاف توصلوا فيها حتى 16 انحبة عندي هادي الصينية التانية او البلاتو التاني هو على شكل مربع المقاس 23 على 23 هادي الصينية رح تخرج لكم 25 حبة تاع بقلة والابنات تزلكم المقاسرات 530 كي يديو فيها نصف كيلو قد قد وكي يديو 530 بالنسبة للاخوات اللي يحسبوا يعني بطريقة الحساب تخرجو لكم 530 جرام تعموا كسارات نرجع لهذا الصينية اللي هي 24 على 30 سنتيم دو نقصها امانكم باش يعني تشوفوا طريقة تاع القياس احين نقصو بهذا الشكل الطول عندي 30 سنتيم وهنا يا العرض عندي فيها 24 سنتيم هادي الصينية رح تخرج لكم 30 حبة لابنات قد قد بدون حاشية يعني ملاحش تتخرج لكم بزاف لحواشي في هادي الصينية يعني اذا عرفتي وتقصوها تخرج لكم 30 حبة كاملة دايماً لابنات قد نعطيكم وزن تاع مكسارات هو نفسه تاع الفارينة ونفسه تاع العسل عندي هادي الصينية التانية اللي هي 30 على 40 سنتيم هادي الصينية لابنات هتخز لكم كيلو تاع مكسارات وحتخرج لكم 48 حبة يعني زوج حبات ناقصين باش ولي عندكم 50 حبات تاع باقلوة يعني باش تعرفوا باللي كي تقولكم اليون تاعكم 50 حبات تاع باقلوة بشكل مربع عرفوا باللي مكاش الصينية تخرج 50 حبات تاع باقلوة في شكل مربع فيا اما تتحايلوا في القصة تقصو شوية منو منهن وتخرجوا لها 50 حبة في هاد الصينية يا اما ما تقدروش عدنا هنا يا الصينية التانية اللي هي 40 على 40 هادي الشكل هيكون مربع لابنات تتزلكم كيلو نصف تاع المكسارات وتخرج لكم 63 حبة اما الصينية هادي شوية كبيرة المقاس تحارب عين على 60 سنتيم تهزلكم زوج كيلو تاع الحش وتخرج لكم 98 حبة يا لابنات ودايما اللي يجيوكم يا اما 100 حبة تاع باقلوة اذا عرفتوا تقصوها يعني تقصو بالحيلة تنقصو منو وتنقصو منو وتخرجوش الحشية بزاف راح ان شاء الله تخرجوا فيها 100 حبة هادي تقدرو تدوها كقاعدة عندكم كيلو تعلوز يخرج لكم 50 حبة تاع باقلوة يا لابنات وبهذا نكون مديت لكم المقاسات تاع الصينيات ليكونوا بشكل مضربع ولا مستطيل ايضا 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 ا أما الصينية اللي يكون القطرة تحها 52 سنتيم هتلهز لكم 3 كيلو تاع المكسارات بالنسبة للصينية اللي يكون المقاسة 62 سنتيم يعني كتر من نصف مترة رح يهزلكم 4 كيلو تاع مكسارات أيضا الصينية اللي القطرة تحها 70 سنتيم هتزلكم 5 كيلو تاع مكسارات أما الصينية اللي تكون 75 سنتيم هتزلكم 6 كيلو تاع مكسارات بالنسبة للصينية 80 سنتيم تخرج لكم 7 كيلو تاع مكسارات يعني تزلكم سبعة كيلو تاع الحشو ودركها لا حلو عينيكم مليحة لابنات وتبعوا معي وركزوا كيفاش نحسبو طريقة حساب أي صينية متوفرة عندكم شحال تزلكم من حشو من فهرينة ومن عسل مثلا أنا عندي هنا يا صينية 23 على 23 كيني ديروا فيها نصف كيلو تاع حشو وكيني ديروا فيها كميقة والحساب اللي هو خمسمية وتلاتين جرام تعمق الصارات يعني خمسمية وتلاتين تجيكم عالية مليح خمسمية جرام تجيكم مليحة برك مثلا كيفاش نحسبو جيبو الطول والعرض تاع الصينية اللي عندنا نضربوهم في بعضهم يعني عندي 23 في 23 ولا 30 مثلا في 40 على قد المقاس اللي عندكم حتخرج لكم كيت ديروها بالكالكولات خيص خمسمية وتسعة وعشرين هما حسبوها خمسمية وتلاتين كيني ديرو كما قد كم نصف كيلو فقط تاع المكسرات وحتجيكم عالية وما شاء الله اتهب بلا لبنات بالنسبة للسكر كيفاش نحسبوها الناتج اللي قيناها من حساب طول والعرض الطاعة الصينية راح نقسموه على ثلاثة لنقاواه راح يكون كمية السكر راح ننضيفوها في كل حشو انا هنا يعرفت شحال مكسرات تتهزلي هادا الصينية لكن ما عرفش كمية السكر اللي نضيفها لها واشا ندير نحكمت خمسمية وتلاتين هادين نقسمها على ثلاثة تخرج لي مية وسبعين حواليه كمية وسبعين جرام انا النقص طيمن السكر نقصوها لبنات باش ما تجيكم ش حلوة بزداف وما تجيكمش مسكرة بزداف لانه راح ننضيفو نسقيوها كما تعرفو بالعسل اذا ادرتيو مثلا خمسمائة جرام بتاع مكسرات دروه مية وستين راهي كافية وانا دائما ننفضل نقص كمية السكر على كمية المكسرات اذا هادا هي الطريقة ونفس الطريقات تخدمو بيها مع صينيات اللي يكون شكل تحم دائري وباش تقاو كمية السكر تاني تقسموها على ثلاثة اي صينية عندكم كي تتضربو الطول في العرض الناتيج لتقاوه هو اللي راح ينتخدمو به بالنسبة للفارينا هذا الوزن راهو واحد راهو ثابتة البنات هذه هي المعلومات اللي حبيت نقدمها لكم يعني كم وعدكم أني نقدم لكم طريقة حساب الصينية شحال تهزلكم من مكسرات وطريقة حساب أيضا السكر اللي تحطوهم على الحشو نتمنى إن شاء الله استفدتم من فيديو نهار اليوم اللي تحب البنات تدير كاب تيره هنا يبقى تحتفظ بهذه المقصات وتعني تخدم بيهم أنا يا حبي تنقدم هذه المعلومات كي موعدكم باش الأخوات المبتدئات كي تجيهم طلبية شحال من حبة تعرفوش من صينية راح تخدم فيها شحال تخرج لها من حبة وشحال تزلها المقصرات وأيضا المقادير نتمنى إتعجبكم فيديو نهار اليوم ما تنسوش تديروا لي جامل أبنات باش يطلع الفيديو في محرك البحث ويصال الأكبر عدد من الناس وأيضا ما تنسوش تخليوا لي تحليقاتكم الرائعة ورايكم في فيديو نهار اليوم اللي عندها أي معلومة زيدة ولا تحب تضيف معلومة تخلينا أيضا في التعليقات أنا نتلقى معكم في فيديو قادم إن شاء الله تمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم